استهناف وشيك لتصدير الغاز الطبيعي المسال أولوية حكومية اعترضها العديد من التحديات الأمنية وحالة عدم الاستقرار التي شهدتها محافظة شبوى طيلة الثلاثة الأعوام الماضية أسابع فقط تفصلنا عن استهناف ضخ الغاز الطبيعي المسال من حقول مأرب إلى ميناب الحاف على خليج عدن بحسب وكيل وزارة النفط والمعادن شوق المخلافي الذي أكد في تصريحات صحفية أن وزارته وضعت خطة لاستئناف عملية الانتاج من مارب والتصدير من ميناء بالحاف بعد سلسلة من الاجتماعات مع الشركة اليمنية للغاز المسال لبحث هذه العملية وكيفية تنفيذها لكن الوكيل المخلافي اشترط للمضي قدما في استئناف عملية تصدير الغاز الطبيعي المسال تهيئة الظروف الأمنية والعسكرية لأن تحرير محافظة شبوى من نجهة نظره غير كافي لاستئناف هذه العملية لأن خطوة كهذه تتطلب ترتيبات أمنية وعسكرية من الجيش الوطني لتأمين المناطق التي يمر بها الأنبوب منذ نحو ثلاثة أعوام خسرت الميزانية اليمنية مليارين ومئة مليون دولار جراء توقف تصدير الغاز الطبيعي المسال من ميناء بالحاف في وقت تشكل فيه صادرات البلاد من النفط والغاز أكثر من سبعين بالمئة من إجمال إيرادات الموازنة العامة للدولة وفي الرياض عقد اجتماع لعدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي وأداره السفير السعودي لدى اليمن محمد بن سعيد أل جابر الذي يشغل أيضا منصب المدير التنفيذي لمركز إسناد العملية الشاملة في اليمن وحضره العق التركي المالكي المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي وأوضح السفير بن أل جابر في الاجتماع أن السعودية ستقدم مشتقات نفطية لليمن لدعم الاقتصاد وصمود الشعب اليمني لافتا إلى أن خطة العمليات الإنسانية الشاملة لليمن التي سينفذها التحالف تصب إلى رفع قدرة الموانئ اليمنية لتسهيل استقبال اليمن لحاجاته من الواردات بمختلف أنواعها العمليات الإنسانية الشاملة سأعرض عليكم أهدافها الهداف لدف الرئيس الأول وتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني والعمل على رفع القدرة الاستعابية الموانئ والبنية التحتية لضمان تدفق الفعال للمساعدات الإنسانية والسلعة التجارية لكافة ترجاء اليمن وزيادة المنافذ لدخول المساعدات الإنسانية والسلعة التجارية لضمان استمارية وثبات تدفق فعال الواردات وتعزيز إمكانات موانئ اليمن التي تكون قادرة على استقبال واردات بمستويات أعلى بكثير مما كانت عليه عام 2016 وال2017 لكنه شدد على أنه إذا لم يقبل الحوثيون بخطة المبعوث الدولي بشأن ميناء الحديدة فإن مينائي الحديدة والصليف سيبقيان مفتوحين حصرا لشحنات المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية والطبية والشحنات التجارية الغذائية فيما سيحول الوقود والشحنات التجارية غير الغذائية للموانئ الأخرى من ميناء الحديدة إلى بلحاف تتعدد مظاهر الإخفاق في مواجهات التحديات والذي يعزيه المراقبون إلى عدم رغبة التحالف على ما يبدو في تمكين السلطة الشرعية من الموارد السيادية لأسباب لا يمكن فهمها حتى الآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر